أجج مقتل تسعة جنود تونسيين على يد المسلحين على الحدود مع الجزائر أزمة سياسية كانت تعيشها تونس منذ اغتيال المعارض محمد لبراهمي الخميس الماضي وتعد هذه أعلى حصيلة من القتلى يتكبدها الجيش التونسي خلال مواجهات مع مسلحين منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل عامين ونصف وما أن وصلت أخبار مقتل الجنود حتى ظهر رئيس الحكومة وبعده رئيس الجمهورية يتحدثان عن ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة الإرهاب الذي يعصف بالبلاد أن الإرهابيين حققوا نصف الهدف في امتاحهم هل سنسمح لهم الآن بش يحقوا نصف الهدف الآخر هل سنسمح لهم بش يزيدوا فيها الفرقة وفيها البلبلة وفيها الفوضى هل سنسمح لهم بتدمير الدولة من الداخل المرزوق اعتبر أن تونس مستهدفة في نظامها السياسي وفي ثورتها وفي نمط عيشها وفي إسلامها ودينها وطريقتها في التعامل مع هذا الإسلام المعتدل المرزوق قال دخلنا الآن في مرحلة وجود الإرهاب في البلاد ويصعب استئصاله وإذا أردنا مواجهة هذا الخطر فعلينا مواجهته متحدين وقبل المرزوق تحدث رئيس الحكومة علي العريض معتبرا أن حكومته لن تستقيل مثلما تطالب المعارضة واقترح العريض إجراء انتخابات عامة في البلاد في السابع عشر من ديسمبر المقبل ويصادف هذا التاريخ الذكرى الثالثة لانطلاق الثورة التونسية قلت هذه الحكومة ستواصل العمل وليلا تظاهر الآلاف أمام مقر المجلس التأسيسي للمطالبة بحله وإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وردد المتظاهرون شعارات معادية لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي وقد خرجت مظاهرات مماثلة في عدد من ولايات تونس تندد بالنهضة وبجماعة الإخوان المسلمين